اشتركوا في القناة وصاد في وقتها المسؤول الضابط اللي كان مسؤول عن قضيته كان إنسان جدا صالم ويمشي بالحق وفي يوم جاء وطلب منه دخان طبعا الضابط رفض طبيعي فمن ذاك اليوم وهذا الشاب حاقد على هذا الضابط وبعد مدة انتهاء حكمه طلع من السجن وبعد ما طلع من السجن اكتشف إنه هذا الضابط توفى وإنه متزوج وعنده طفل صف أول اتدائي وأكتشف بإنهم ساكنين معاهم بنفس الحي طبعا زي أي شاب يمشي بطريق غلط بدأ الشيطان يوسوس له ويعطيها أفكار جدا سيئة راح لأصحابه اللي هم الأربعة وقال لهم اش رايكم يا يال والله يا فيه ولد جميل جمال ما أقدر أعصف لكم هو اش رايكم اليوم ناخذ حقنا السكار والبلاوي والروح ننبسط وناخذ ذا الولد معانا طبعا أصحابه انصدموا من كلامه في البداية وخافوا قالوا انت دوبك لست خارج من السجن وإحنا محنا ناكسين مصايب على راسنا تعوذ ميا بليس يا شيخ أقود قال لهم والله الأظيم إنه إذا شفتوه راح تغيروا كلامكم انتم نجربوا تعالوا معايا بس شوفوا الولد إذا ما عجبكم نرجع ما عندكم أي مشكلة وبعدين إحنا خمسة وهو واحد وصفؤوله تدائي يعني طفل يقول جلس كذا مرة يحاول فيه في البداية كانوا مرة خايفين ورافضان الفكرة لكن بعد إلحاح وإصرار منه وآخر شيء أقنعهم يوم ما قلنهم انتم تعالوا شوفوا وإذا ما عجبكم بطلنا وفعلا ركبوا السيارة وأخذوا معهم سكارهم وبلاويهم وطلعوا كان هذا الولد دائما متعود عند روتين أنه دائما بعد ما يرجع من المدرسة يروح يلعب كورة عندهم بالحي في ملعب دائما من عيال الحارة يروح يلعبوا فيه فكان هذا الولد دائما يروح يلعب هناك طبعا هذا الولد اللي هو الشاب عارف ومراقب نظام وروتين هذا الولد وفعلا راح الملعب وجلسوا يطال علي الملق الولد وبس شافوا أصحابه فرجعوا وافقوا على فكرته وفعلا نزلوا من السيارة ونادوا أول ما شافهم استغرب قالوا أنه أنت فلان ما شاء الله عليك تعرف الأطفال الصغار يعني بسرعة يقتنعوا يصدقوا فقال لهم أنتم قال لهم أنهم لا يعرفهم كذا لكن حاولوا أنهم يقنعوا كأنهم أنهم أولاد الحي أنهم نفس الحي وإحنا جيران وإن تقعات تلعب فيهنا هذا الملعب فيه ملعب ثاني في الجهة الثانية من الحي مرة أكبر من ذا وأحلى وفيه هناك جوائز هنا الأقل إن تقعات تلعب بس كذا لكن هناك فيه جوائز وفيه لعب أكثر يعني زي ما تقولوا قاعدوا يغروب أعطوهم غريات مرة كثيرة لدرجة الولد بدأ يقتنع هو في البداية الولد ما شاء الله ذكي فتعبوا هم يحاولوا فيه ما وافقوا سهولة بس بعد الحاح وإصرار وافق الولد وركب معهم السيارة أخذوا وأول ما وصلوا طلع في عمارة أو ندل نقول حي شبه مهجور لسه جديد الحي يعني ما فيه أحد دوبهم لسه باقي يبنوا المباني جديدة فكانت عمارة تحت الإنشاء جديدة دوبهم يبنوها أنصد من ولد هنا وقال لهم أنتم مون جايبيني مو على أساس الملعب في الحي الثاني وين هذا المكان أول مرة أشوفه طبعا هنا هو طفل وعنو الثمانية تقريبا سبع سنوات صف أول ابتدائي وهم خمس شباب يعني أعمارهم من ثمانتاشر وفوق طبعا الولد حاول حاول أنه ما ينزل السيارة قد ما أحاول بالأخير أكد ما هيقدر لأنه طفل مع خمس شباب نزلوا من السيارة وأجبروه ودخلوه العمارة اللي هي تحت الإنشاء فعلا وكانوا يشربوا يتعاطوا بطريقة مطبيعية والطفل البريء هذا تحت رحمتهم بدأوا يضربوه وربطوا يداتوا وربطوا رجوله وربطوا فمه فالبداية قاموا يضربوه ويذكروا بعدها بدأوا باختصابه بالترتيب كل شخص فيهم يختصبه بالدور طبعا من قوة ما كانوا جدا عنيفين مع هذا الولد صارت تجي في حالات إغماء فصار الولد كل لحظة يغمع له ويرجع يقوم من الإغماء ومن قوة التعب والألم والجهد يرجع يغمع له طبعا هم عدمين الرحمة ما كانوا أبدا يهتموا لهذا الشيء بعد ما خلصوا كل شيء طلعوا وتركوا الولد مثل في ذاك المكان وفي آخر الليل اثنين من هذين الشباب خافوا أنه يقوم الولد ويقدر يفتح الحبال لطبعا هم لمن وصفوا القضية ولمن أترفوا قالوا أو بالأصحة الجنائيين يوم ما جاءوا بعدها وتكلموا قالوا أنه كان مربوط مو بس بحبال ببلاستيك والله أعلم أنها كانت من الأشياء التي استخدموها في البناء يعني أشياء جدا مجرثمة مرمية لها مدة ف فبعدها يقول الاثنين هذول قرروا أنهم يرجعوا للمبنى في آخر الليل قالوا أخافي يقوم من الولد يقدر يفتح الحبال يقطع البلاستيك ويشرد وإذا شاءت هل فضحنا من أكلها نحن بنتورد ونحن نقص سجون ومصائب وفعلا راحوا هذول الاثنين وأول ما وصلوا المنطقة لقلوا فعلا أن الولد صحي من الإغماء وعلى طول قاموا يضربوه ضربوه 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 حاولوا بكل الطرق العنيفة لين ما قتلوا بعد ما قتلوا كمان هذول الاثنين قاموا باقتصاب اقتصابه مرة ثانية وفعلا خلصوا لكن يوم كل شيء وشردوا وتركوا الولد لحاله بوضعه المزري بعد يومين من وفاة الولد وفعلا كان باقي مرمي في نفس المبنى ذاك طبعا الله أعلم أن وقتها العمال كان عندهم إجازة ثالث يوم داوموا وشافوا الطفل مرمي هو جثته على طول كلموا كفيلهم ورجع جاء وأنصدم أنه شافوا هو بلغ الشرطة أول ما جاء وبدأوا يحققوا كذا فأخذوا منه لهو الدي أن آي وحللوا وبعدها شافوا معلومات أنه كان فيه بلاغ أمه مقدم بلاغ على اختفاء ولدها وفي اللي نعرف بأنه هذا الطفل الله يرحمه كان طفلها لهو مقدم بلاغ على اختفاءه وبعدها أشتكت طبعا المحكمة وطبعا وجدوا الأقراء والله اللي هو السائل المنوي اللي هو كان موجود فيه وبعدها فتحوا القضية وقاموا بمحاكمة اللي هو محاكمتهم في البداية حكم على اثنان منهم اللي هو بإعدام والثلاثة الباقيين حكم عليهم خمستعشر سنة سجن طبعا الأم هنا ما بدرت تتحمل إنه كيف يعني هم اللي قتلوا ولدي في الأخير بس خمستعشر سنة ويطلعوا من السجن فرفعت ديوان لولي الأمر طبعا قديما فطلبت منه بأنه ياخذ حق ولدها وإنهم كلهم مشتركين في الجريمة وإنه ولد هاني انقتل ومات بوحشية واقتصبوه وتم تعنيفه وضربوه وبعد مدة أعادوا فتح القضية من جديد والحمد لله رجعوا غيروا الحكم وحكموا عليهم الخمسة كامل إعدام وبكذا الحمد لله أخرت الأم حق ولدها وكذا انتهت قصتنا وبحفظ الرحمن ترجمة نانسي قنقر